موسيقى مساء الخير عزيز المشاهد كل سنة وانت طيب بمناسبة ميلاد الرب ياسوع المسيح في كاتب اسم والد يورند عمل كتاب او مجموعة من المجلدات اسمها قصة الحضارة الهدف منها انه يجمع كل الاحداث اللي حصلت في تاريخ البشرية في مجموعة من المجلدات عشان الناس يكون عندها دراية من بداية تاريخ البشرية لغاية النهاردة ايه الاحداث المحورية في تاريخ الانسان لكن في الحقيقة كان في حدث واحد هو الحدث المحوري والفيصل في تاريخ الانسان هو حدث ميلاد المسيح وهو الحدث الوحيد اللي اتفق عليه كل البشر في كل العالم سواء المؤمنين بالمسيح او الغير مؤمنين انه يكون الحدث ده بيبني عليه الانسان تاريخ حياته فما قبل ميلاد المسيح يسمى قبل الميلاد وما بعد ميلاد المسيح يسمى بعد الميلاد اللي خلى الوقت ده او ميلاد المسيح هو الحدث الفيصل في تاريخ البشر على الرغم من كسرة الاحداث في تاريخ البشرية لكن الله أعد الوقت ده عشان يكون الوقت ده هو التاريخ اللي يفصل في حياة الإنسان عشان كده الكتاب يقول عنه في ملء الزمان أرسل الله ابنه ومن ضمن المعاني الجميلة لملء الزمان هو الوقت اللي فيه زاد فيه جدا ألام البشر ومعاناتهم لأنه ما فيش حل لمشكلة الخطيئة اللي بيعانوا منها وملء الزمان كمان هو الوقت اللي فيه نظر الله للإنسان وشاف الإنسان في حالة الخطيئة وحالة البعد والضياع والتوهام فكان لازم يأتي ملء الزمان الوقت المعين من الله لحل مشكلة البشر المسيح جه أخذن صورة إنسان تأمنا صلى الله لكي يصل لمشكلة البشر ويحل المشكلة عشان كده ملء الزمان هو الوقت المعين اللي اخترته السماء عشان الله ياخد صورة إنسان وينزل على الأرض ويحل مشكلة الإنسان ملء الزمان كمان هو الوقت اللي فيها الله يصل لمشكلتك والإحتياجك بس كمان الكتاب بيقول عن ملء الزمان أنه في الوقت ده أرسل الله ابنه وأرسل الله الابن يسوع المسيح عشان يدينا إحنا التبني وفي نفس الوقت أرسل الله الابن يسوع المسيح عشان يحل مشكلة الأشخاص أو البشر اللي مولودين من إمرأة كل نسل آدم عشان كده المسيح جه في صورة إنسان تأنس وخد الصورة البشرية عشان يحل مشكلة البشر عجز الإنسان عن حل مشكلته عجز البشر عن وصول لحل للحالة اللي هم فيها والله وصل ليهم عشان يدي للإنسان التبني فيكون الإنسان ده بدل ما إنه بعيد ومطروح وبلا قيمة يكون الإنسان ده لي علاقة شخصية مع الله وفي نفس الوقت الله وصل لكل البشر لكل المولودين من آدم عشان كده المسيح بيقدم ليك دعوة النهاردة إنه ميلاده اللي أنت بتحتفل بيه يكون بداية جديدة لحياة جديدة مع المسيح الدعوة دي مقدمة ليك الدعوة دي من الله شخصيا لك إنه أنت تكون للمسيح تبتدي بداية جديدة إنه يكون تاريخ ميلاد المسيح هو التاريخ اللي أنت بتبتدي به لاستعادة العلاقة الحقيقية مع الله لو أنت شاعر إن العلاقة بينك ما بين الله منفصلة تاريخ ميلاد المسيح هو ملء الزمان بالنسبة لك لو أنت شاعر إن العلاقة بينك ما بين الله مكسورة ومحطمة المسيح مادد إيده ليك وبيقولك ملء الزمان ليك النهاردة موجود عشان مشكلتك تتحل الله يصل لك أنت شخصيا شكرا